مباراة المصري بالسلوم مباراة في الكاس. خلينا أقول بمنتهى الواقعية مباراة أسترنو كامبني مباراة بثلاث نوات في الدوري. فرقة أسترنو كامبني بعد ما يتشال من عليهم القيد وحلوا الأزمة بتاعت القيد ودعموا بشكل جيد في فترة الشتاء واشتغل معهم الكابتن علاء عبد العالم مقدمين سبعة تمن عشر مباريات أخيرة عظيمة جدا. فإجمالا المباراة مش سهلة زي ما الناس متخيلة. النادي الأهلي منقوص من عدد كبير جدا. فريقه بالكامل ما بين عناصر دولية سواء في منتخب مصر أو حتى بعد عودة أليو ديانج وعلي معلول. فلاذلنا بنؤكد. أنا هأكد عليها طول ما أنا واقف. إنه مباراة أسترنو كامبني هي مباراة صعبة. في ظروف صعبة. في مرحلة انتقالية. في أجواء نقص العديد. كل ما يحيد بهذه المباراة هو صعب. وليست مباراة الفريق نفسه فريق جيد. وفريق جيد. طبعا. ولما نتكلم هم فريق جيد. وغيروا شكل اللي كانوا يلعبوا بيه. وكانوا سيئين جدا في الدور الأول. بلاش أقول الدور الأول لأن الدنيا عندنا مش مش دور أول ودور تاني. يعني ما قبل يناير. ما قبل يناير. أضيف على الكلام جيمي إن هم حتى في آخر خمس ماتشات. هم هم بيكسبوش يعني درجة أن هم كذبوا ماتشات. ولكن تقريبا في آخر خمس ست ماتشاتهم بيسجلوا. يعني ماتش اسموحة جايبين جونين. يعني الزمالك هم اتنين واحد. كان ممكن يتعادلوا. ماتش اسموحة كانوا كذبانين لحد الدهائي الأخيرة سموحة التعادل. جاء نتعادلوا مع تقريبا ماتش غازل المحل الوحيد اللي خسروه في الموارشات الأخيرة دي وما سجلوش في أهداف. هم كفريق حاليا هم بيعرفوا يسجلوا أهداف. فمن هنا برضو ديها تبقى صعوبة المباراة. أقولها ببينكو سينا عشان هروح لك بقى في ماتش المصري المصري بالسلوم. فرقة أستن كامباني بآخر سبع مباريات إما بتتعادل أو بتخسر في الخمس دقائق الأخيرة. خسروا من البنك الأهلي في الدقيقة 87. خسروا من نادي الزمالك في الدقيقة 87. والمباراتين باثنين واحد يأما بيتعادلوا رغم صعوبة كل المواجهات زمالك بنك أهلي سموحة فيوتشر مواجهات صعبة جدا. لكن شكلهم تغير تماما الدور الثانية لما نتكلم بقوا أن يجي لي مباراة استن كامباني بيلعبوا إزاي بيدفعوا إزاي بيهجموا إزاي وتغيير طريقة اللعب اللي أسهم إنهم يظهروا بالشكل الجيد اللي هم عليه ده بيزيد من صعوبة المباراة. فضل أيضا. يعني يمكن ماتش المصري السلوم طبعا برضو كان صعوبته في الغيابات اللي النادي الأهلي كان بيعاني منها إلى حد ما. وكمان فريق المصري السلوم بما أنه فريق من الدرجة الثانية فهو كان يعني بيلعب بشكل يعني بيقدموا أقصى ما لديهم والأمانة عملوا مباراة جيدة. يمكن هنا في اللقطة دي لها لقطة مميزة بنقول للنادي الأهلي في بداية المباراة أنهما كان النادي الأهلي بيعمل الضغط العالي بتاعه. قبل ما تكمل وخليك واقب بس ثانية واحدة أنا بقالك تلق أوي ما شفتش اللقطة دي لنادي الأهلي فضل. أه يعني طريقة اللعبة ندي الأهلي كان بيتميز بإيه من أول خمس دقائق كان بيتقال انزل اقفل على الفرقة دي من جنهم اضغط على الفرقة دي من جنهم. اشتغل الضغط عالي وكبت الإسلام بيتكلم على الضغط العالي احنا كنا ابتقدنا ده المجموعات اللي كانت بتتعامل المجموعات الهجومية كان بيتكلم على بلدق من العمق ومن على الأطراف ما كناش بنعمل الضغط العالي ده حتى لما كنا بنعمل ضغط جيد زي مباراة الإلهي للسعودي ومفكر بها الناس. كان من وسط الملعب ضغط عالي حتى مطش وفاق سطيف كمان كان في الجنة بالضبط فانا الشكل ده شكل جيد جدا للعب تنادي الأهلي في الطريقة لعبة اربعة اربعة اتنين الضغط هنا بيخلي ان فريق المصر كان بيحاول انه يبقى بيبدأ اللعب او بيبني الهجمات كابتن احمد عبدالرقوف عمل مباراة جيدة للأمانة وحضر لعبة بتاعتهم شكل جيد ولكن هنا مع زياد وهنا ده كوكا ومحمد شريف وحسام حسن فهم أفليم كويس على لعبة المصر بالسلوم وبالتالي هما كان عندهم صعوبة في الحتة دي لما هننقل بقى هما فريق المصر للسلوم برضو بيلعب لعبة طريقة. كوكا انا حابب اتكلم عشر ثواني على احمد نبيل كوكا اتفضل كان عندنا ازمة كبيرة جدا اليو ديانج مع منتخب مالي حمدي فاتحي وعمر السلية مع منتخب مصر وحمدي كمان عنده اصابة اصابة اكرم توفيق اللي كان بيقدي في المركزين الضهير الايمنويه وسط الملعب خروج بعض اللاعبين زي كريم ندفد مثلا على سبيل الاعراء الاستعادة الجاهزية كان عندنا ازمة وسط الملعب احمد نبيل كوكا حابب احيي انه لعيب ما كانش عنده الفرصة حتى قبل الاصابة كان بعيد تماما عن الاسكواد الراجل راجع في حالة بدنية ودهنية ومهمة قوي حالة عدم اليأس اللي بتاني موجودة عند بعض اللاعيبة انا ما بلعبش ما بشتركش فبقى ادون انا حابب اوجه له الشكر والتحية على الجاهزية الفنية والبدنية اللي هو علي بص انا بشوف اني لسه بدري على الكلام اللي انت بتقوله ده لانه بلعب ناشئ ومن حقه او يعني من حق الجمهور انه اشوفه بهذا الشكل يعني انا مجرد ان انا اديك فرصة ان انت تبقى موجود مع الفرقة اعتقد ان ده شيء جايب انا انا بشكره مش على ادائه ولا على مرضوده انا بشكره على انه لما جات له الفرصة كان جاهز ومركز لانه انا في بعض اللاعبين لما بيركنوا شوية وده الرسالة دي مضمونها لبقية اللعيبة اللي هي بتقعد فترة ايا كان مع اي مدير فني ما تلعبش فاللعيبة بتهمد بلغة الكورة اللعيب لما بيقعد فترة حركة طبعا قضرة مننا بيقعد فترة بعيد ما بيخشش ما بيخشش السكواد ما بيلعبش ما بيخشش دقايق بيهمد شوي فعشان كده انا وجدت له انه جاهز مركز مركز بديب سالة اللعيبة سوى الاكبر او الاصغر سنة يعني فضل ايضا بالزبط كده اه فهنا بقى الشكل بتاع المصر بالسلوم الدفاعي ده والنادي الاهلي بيواجه فرق بتلعب بنفس العمق ده او التمركزات الدفاعية دي فهنا كانت مشكلة النادي الاهلي في بعض دقائق المباراة مع هذا مع الطريقة دي ان عندنا فراغ في وسط الملعب طبعا ان محمد محمود لسه لعيب يعني مش جاهز بالشكل الكامل وبيحاول يستعيد فورمتو كمان انه هو لعيب مش تمانية صريح يعني هو برضو لعيب الى حد ما هجومي اكتر فمع النكوكا برضو يعني بيرجع شوية مع المدافعين عشان الاطراف بتاعتنا كابتا منطلقة فطبعا ده كبقى في مشكلة ان دايما بنلجأ للكار الطويلة فالكار الطويلة ما كناش بناخدها فالشروط الاول كان مهضر بسبب الطريقة دي هل الشكل ده هنشوفه يا جيمي في استن كامبري هننبقى ننتقل لاستن كامبري ان هو الاهم دلوقتي هل الشكل احنا شاكلم ده مهم مدد للشكل ده عشان نقرم بالتنين اه بالزبط استن كامبري بيلعب 3 اربعة ثلاثة وبيقلبها 3 خمسة اثنين احيانا لما بيكون بيلاعب فريق كبير فهو هيروح للتلاتة خمسة اثنين يعني ايه 3 خمسة اثنين هيبدأ بها يعني هيبدأ بتلاتة خمسة اثنين هو نفس الشكل اللي احنا شايفينه ده ولكن اربعة في الخط الخلف هيبقوا ثلاثة بس ووسط الملعب بدل ما هم اربعة هيبقوا خمسة لكن العشرة تحت الكرة مليون في المية هتشوفه اما نجي نتكلم على استنين بيشتغلوا ازاي هجوميا او اللعب الطويل طيب نبتري نشتغل بقى على اخطاء استن الاول المشاكل اللي عندهم نقدر النادي الاهلي يقدر يستغلها ازاي لو نبتري ناخد ناخد السورة لا ماشي بقى خلاص ماتش ماتش المصري ده عديه وخش على استن كامبني عبال ما يجهزوا اللقطة حابب بتكلم يا كابتن كمال على انه في ريت استن كامبني تحولوا من طريقة البلده بالطبيعي اللي كان الامكانيات بتاعتهم لم تسمح ان هم يشتغلوا بالطريقة دي الى اللعب المباشر كابتن علاء عبدالعيل بقى بيقفل دايما في الخط الخلفي عنده دايما بلوكتين تلاتة قدامهم تلاتة شغالين قدراتهم الدفاعية اكتر لما نجي نتكلم عليهم بالتفصيل لما تجهز الحالة معنا الحالات او الحالات الدفاعية ايه المشاكل بتاعتهم بقى ربما بيتمركزوا بتلاتة في الخط الخلفي بس لما نجي هنا نتكلم على الاخطاء ماشي بقى ماشي خد خد الكادر كامل بص خمسة هم وقفين ايه دي ايه دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع لعبين في كادر واحد لما تيجي تبص بقى على واحدة من الاخطاء المسك سيء جدا زون بصوا بقى الزون دي يا كابتل اللي متعلم عليها باللون الاصر رجع لي العلامة ما عليش ارجع تاني ارجع تاني اللي بعدها هنجري عشان قصة الاسبيس ارجع لي بس تاني للصورة اللي قبلها مش معنى ان فيه كسافة زي ما حضرتك ذكرت فيه ماتش قطيلي هنشوف الكادر ده تاني هتشوفه لكن التمركز هنا سيء جدا الاسبيس اللي في ظهر الاتنين السنتر باكس اللي موجودين لان واحد منهم بيحاول يرحلوا ما بلعبوا بتلاتة احمد عبد الموجود وخالد مصطفى وفلسطيني محمد صالح التلاتة اللي بلعبوا وراه التلاتة مميزين جدا في الايريال السكرات الهوائية في الالتحامات لكن بطاق جدا في التمركز الوقفة بتاعتهم لو 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 الصورة جاية اللون الاصفر الصورة باللون الاصفر في احمر دي بوس الاسبيس دي وقفة خاطئة تماما ورا مين لان الراجل السنتر فاكس التالت تلعي ايه بالفضل مساحة اللي وراه ماشي بقى الكادر اللي بعد وحد ماشي في الحتة دي خلاص خلاص ده كمان الناحية اليمين بتاعت الفرقة بتاعت المقاولين ناحية اليمين فاضية تماما ماشي تاني ماشي تاني اللاين ديفنس والسبيس وما فيش ماسك ماشي ماشي بصها كابتن عبدو يحي هنا من المحلة واقف تماما فاضي من بدري كنت اخلي بالك الباس ده من احلى الباسات اللي انا شفتها في الدول لانه الراجل رفع دماغه وعمل 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 الباس وشاف الاسبيس لكن هما هما كمان الباس جيد لكن هما سهلوا عليه الراجل واقف على خط التمنتاشر واقف حوالي تلات مدافعين ومش مسكين في مشكلة كبيرة في المسك في مشكلة كبيرة في التمركز كمان لما بيبطروا يطلعوا هنبين بقية المشاكل ماشي لي بقى اللقطة اللي بعدية دي اللقطة بتاعت الهدف التالت لغزل المحلة في مباراته من المباراة بتاعت دور اول التاعت تلاتة سفر ماشي نفس القصة يا كابتن وقف هنا ما تحركش دور كامل عيبة كابتن في الخط الخلفية تلاتة قدامهم تلاتة التلاتة واقفين غلط التلاتة ما فيش تمركز التلاتة فيه سبيس كتيرة جدا ما بين التلاتة فقازمة كبيرة جدا جدا في الوقفة امتى بتواجه مشكلة ماشي لي بقى هات اللقطة اللي بعدية نفس القصة مروان حمدي ماتش سموحة بنفس الطريقة بيستلم بمنتهى الاريحية وبيسجل بمنتهى الاريحية هنا بقى عايزين ايه السرعة بتاعت لعيبة الاهلي في التمرير يعني حتى الكرات الطويلة يعني لما نلعب على الارض نلعب على الارض بسرعة تمركزات بتاعتنا تبقى صح عشان خاطر لما نوصل للمرحلة دي هم الواحدهم هيغلطوا فبالتالي هم اكيد في اول المباراة يبهم ركزين جدا ان هم ما يعملوش الاخضاء دي قدام نادي الاهلي ولكن انت لما تلعب التمرير السريع اللي هو ما بين اللعين الموضوع هاتبالك الحاجات اللي بتقوله كده نرجع تاني بقى لنفس نفس الوقافات بص احنا قلنا بيلعبوا بيعملوا دايما بتلاقي تسعة تحت الكورة بص كامل عبا يا كابتن اتنين اربعة ستة تمانية عشر العشرة تحت الكورة ما عليش هو قافل هنا رجع القادر اللي فات وقافل هنا دي اللقطة اللي تكتوصل عليه هلا هنشوف اللقطة بتاعت العشر رعيبة تحت الكورة اهي الفرق الوحيد اللي هم وقفين في الخط الخلفي تلاتة بس وقفين بتلاتة نفس القصة نفس الازمة اختراقات من العمق بمنتهى السهولة من كل الفرق ايا كانت امكانيات الرجل الباصار او البلايميكر اللي بيحط الباص وايا كان قدرة المهاجب على التحرك دايما فيه مساحة تسمح كرات العرضية والتمركز والخطأ كالعادة عادة كسافة فيه كسافة لكن لما اجا اتكلم على اربع لعبين بص المنظر ده بص الكرة دي ايه ده بص الحتة الفاضية خطة التمتاشر فدان فيه فدان فاضي اي حد جاي اي حد جاي منه للشبكة التانية اهو الرجل وصل وسجل ولسه الناس ريحالوا بعد ما بعد ما بعد ما كرة طلعت من رجله يعني شبه الكرة دي كابتن اسلام في كرة النادي الاهلي لعبها نموزاجية بقى في مطش المصر في السلوم اللي هي بتاعتنا عند مصطفة شدير اللي هي صلاح محسن ولعبها عرضية لحسام حسن حسن في الستة يرضى يعني للأسف ما استغلاش صح فهنا بقى في الحتة اللي زي دي انت النهاردة تقدر لما تبني اللعب بالشكل المميز البصاب بتاعتك تبقى سليمة هتروح للحتة دي وزي ما جامي كده بيقول هتستعرف ازاي تستغل الفراغات اللي هم بيعملوها في ادفاعهم لان اي ادفاع مهما كان وقت رجع لي الكادر اللي فادة تانية معلش قبل قبل بس عشان نوري كابتن ونوري السادة للمشاهدين اللقطة فيه القصة في التكرار دايما بنتكلم لما بنيجي الحلل عشان ناسب عندها قناعة احنا ليه جايبين اللقطات دي ومش جايبين اللقطات تانية اوليه مركزين على النقط دي الباترن كل حلقة بنكرر الباترن او النمط لما بيتكرر ده معناه ان ده سمى من صفات الفريق سواء قدرته او مميزاته او عيوبه لما بتتكرر يبقى دي مش واردة الصدفة او حصلت مباراة بسبب داي اوف او اخطاء او لعيب كان سيء في مباراة فدايما نتكلم على النمط نمط يعني حاجة بتتكرر ماشي لي بقى اللي بعديها وكده اظن دي دي كده خلصنا ايه المشاكل الدفاعية طب نروح بقى لو تحضروا لنا اللقطات الهجومية ازاي استرن بقى بيسجل بعد ما كان عنده عقم هجومي كبير جدا في الدور الاول ازاي استرن بقى بيسجل في كل مباراة تقريبا بيقدر انه يسجل قبل عبال ما يجهزونا دي عايزين بس نعرف الناس ايه الحالة اللي كان عليها استرن استرن كان عنده نقص كبير جدا كان عنده مشاكل كتير جدا بسبب ان كان عنده ازمة في القيد كان عنده مجموعة من اللاعبين الاجانب لم يتم تسجيلهم ابرزهم فراس عيفية فراس عيفية لعيب تونسي لعيب مميز جدا جدا لعيب عنده القدرة على الضغط طوال المباراة قدراته البدنية والصراعات عنده مميزة واحمد امين اوفا بالمناسبة احمد امين اوفا هو كان جاي لهم من سيراميكا كيليوباترا لكن احمد امين اوفا هو بطل السعود هو اللي مساعد الفريق ده في الاساس هو رجع لهم اه في السيزن ده لكن هو اللي مساعد استرن كامبري فخلينا نماشي بقى هم بيبنوا الهجمات ازاي هنا كرة طويلة حسنا بص ده كابتن بيشتغلوا على ايه بيلعبوا باثنين فراو ده احنا قلنا بلعبوا 3 خمس اتنين بيلعبوا تنين من الثلاثة لعيبة اللي انا هقول اسمقهم احمد امين اوفا متواجد دايما واحد من الاتنين اللي موجودين ودايما بيبدل مع ام عماد مايهوب اللي جاي اعارة منها ده باقيا او فراس عيفية اللي احنا تكلمنا عليه واحيانا بيلعب الثلاثة لكن مش في المباراة الكبيرة ما بيلعبوش بالثلاثة في المباراة الكبيرة ماشيلي بقى ونشوف دي كرة اتكرارت خمس مرات في المباراية التمانية الأخيرة ضغط متتالي من الثلاثي الأمام بيدغطوا دايما بالاتنين الفرودة وأقرب جناح ليهم أقرب جناح ليهم والاتنين الفرودة بيدغطوا على خط الدفاع الكرة اللي فاتت ضغط على حمدا فتح الله مدافع نادي المحلة سجل هدف كرة اللي بعديها ضغط على حرس المرمى سجل هدف ماشي تاني قادي الضغط الاتنين الفرودة صورة عطحة صورة مثالية دي صورة مثالية لطريقة لعب الضغط دايما اتنين لعيبة حتى لما بيكون المهاجم مرحل أو نازل تحت شوية بيزيد واحد من وسط الملعب في الغالب بأحمد محمد ناصر مودي بالمناسبة والعيب جاي جدا لعيب مركز تمانية كان جالهم من نادي اللي اتصالات وكان فيه كلام من هو رح نادي الزمانك قبل إيقاف القيد لكنه انتنقل لنادي لعيب مميز جدا وكان ضمه الكابتن شوقي غريف واحد من المعسكرات والمتخب الأولمبي قبل السفر نفس اختراق من العمق ضغط على المدافعين نفس المشاكل اللي موجودة عند إسترن في العمق هي مميزات عنده في العمق من خلال الضغط بالسنائي اللي موجودين أحمد أمين أفا وأيا كمان في راس عيفية أو عماد مايهوب مشيلي اللقطة دي كمان وهاتلي بقى كرات الطولية بجينا نتكلم على حاجة فيه الكرات الطولية احنا اتكلمنا خلاص على الضغط العالي عشان الوقت فخلينا نتكلم كمان على الكرات الطولية وازاي بيقدروا يستخدموا الكرات الطولية فريق إسترن المفريق بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي عبر الملحلة تجهز المفريق بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي أو مشيلي كده خلاص يعني هي اللقطة دي بس مشيلي بس دي وان باس محمد علي التربونسي المحترب بتاعهم التونسي مش في كل الأواب بيبدأ المباريات المباريات دي كان نازل بديل مشيلي اللقطة اللي بعدها شوف الباص هيروح فين ووقف بعديها دي في مبارات الزمالك اه دي في مبارات الزمالك بس ووقف هنا اللعيب اللي راحل الكرة ده أحمد متعب ده الوينج باك ناحة الشمال فرقة لما بتلعب بتلاتة ما بيبقاش عنده باك وجناح بيبقى عنده ظهير هو بيلعب ظهير جناح هو اللي بيشتغل في الناحة الشمال أحمد متعب في الأساس جناح فلعيب عنده قدرات وجمية جيدة لكن عنده مشاكل كتير جدا في الارتداد والدباع بيلعب على الكرات المباشرة كمل ده الهدف بتاع أحمد أمين قفة وتسجيل وحتى في مواتش الزمالك بما أنه برضو هيبقى قريب الطريقة اللي هم هيلعبوا بيدي هجوميا ده النادي الزمالي هم تكرروا اللعبة دي أكتر من مرة منهم كرة المهاجم بتاع استر كامل راحل فراد وشاطة الكرة أعلى العرضة كان ممكن تبقى هدف يعني هدف تاني عن داوي بقى أزمة يعني بالنسبة لهم طبعا تبقى أزمة نادي الزمالك فهم في المباريات اللي هي يعني النهاردة نادي الزمالك فأكيد في مورات نادي الأهلي دايما هيعتمد نادي الأهلي متقدم على طول نادي الأهلي بيحاول يجب فهيلعب دايما الكرس الطويلة دي عشان خاطر المهاجم بتاعه على طول بشكل سريع يروح على المرمى فلازم نبقى احنا مركزين جيد في الطريقة دي لان دي طريقة أنا بقول يعني في ماتش الزمالك تقريبا بعيدا عن الجون هم عملوا كرتين أو تلاتة بنفس الشكل ونجحوا فيها كسروا التسلل أو حتى لعبوا من الجم وكانوا عملوا فرص خطيرة هنا يا كابتن الشكل التاني بتاع البناء بناء الهجمة بيشتغلوا زي احنا بلعبوا بتلاتة في الخط الخلفي تلاتة خمسة اتنين ادي ادي اول تلاتة التلاتة التلاتة التانين في اتنين وينج باكس فاتحين الملعب بلعب باك جناح يبقى كنا وصلنا للعدد التمانية والاتنين المهاجمين اللي بلعبوا اللي احنا كلمنا عليهم في اكتر من مناسبة دايما بيبدأ من هنا عنده طريقتين اما بيعمل للعيب واحد من الشبكة التانية التلاتة اللي في وسط الملعب دول عشان يبتري يحطوا الكرة على طرفهم الطرفين للاتنين الوينج باكس سواء اليمين او الشمال وبعدين يبتري التحركات اللي مميز جدا جدا المربح تاني فرقة من الفرق اللي بتعمل ضغط بتلات لعيبة بس لكن ضغط مؤثر جدا بيقفلوا زوايا اللعب والتمرير بلعبة وسط الملعب عشان يدي مساحة للعيبة اللي في الخط الامامي ان هم يقدروا يشتغلوا ويضغطوا وياخدوا الكرة في المباريات السبعة الاخيرة اربع اهداف بالطريقة دي في المباريات السبعة الاخيرة اربع اهداف من خلال الضغط باحمد امين اوفا اللي تاني مميز جدا كمان في الكرات الهوائية فمهم ان اللي ياخدوا اذا تواجد نفس التشكيل اللي تواجد في مباراة المصر المصري بالسلوم رامي ربيعة ومحمد هاني مهم جدا اللي يستلموا دايما رامي ربيعة اللي يستلم احمد امين اوفا دايما رامي ربيعة لان احمد امين اوفا مميز جدا في الاريز بيشتغل محطة بيتحرك جنبه يا ام احمد مايهوب يا ام افراس عيفية ماشيلي كمان اللقطة دي ماشيلي الكادر اللي بعده هنا نتكلم على الضغط تاني تاني الضغط نفس الباترن اللي بيسجله منه ضغط ثنائي تجميع اللاعب الاثنين الفراودة بيفتحوش الملعب الاثنين الفراودة اللي وقفين قدام الخط الدفاعي الاول بتاع استوني كامبني لا هو بيضغط في اتجاه الكورة لما بيقدر يستخلصها بيسجل زي ما احنا شوفنا في الاربع اهداف اللي سجلوه فنهاية اعتقد انه احنا مباراة صعبة فريق مميز بيقف بيقف الملعب بشكل جيد كابتن علاء بيقدم عام بشكل جيد ظروف النادي الاهلي واجواء المحيطة بالمباراة كل السخة بكابتن سامي امصار طبعا الغيابات مؤسرة جدا هو كمان يعني هو بزكاء طبعا لما طلب النادي الاهلي وقتها ان هو يأجل المباراة ويلعب من غير الدوليين هو رحب واتكلم ان احنا بنساعد نادي لكن لو ان هو عارف وفريقه في ظروف صعبة وعايز يستغل طبعا اي فكرة نقص عند النادي الاهلي في اللاعبين ولكن قايمة النادي الاهلي تقدر تساعده ناخد من كلام جميع حاجة مهمة جدا النهاردة هو الفريق لو مميز في الضغط بطريقة معينة النادي الاهلي قدرات لعبي الفردية تقدر تحل حاجات زي كده التمرير بشكل سليم يقدر نهاردة لعبة لما هتضغط عليك انت بتمررتين تلاتة بشكل سليم تقدر تروح على المرمة بشكل سهل جدا لان في النهاية فريق في فترة اخيرة فريق جاي جدا ولكن ما نقدرش ننكر ان هو حاليا من الفرق الاخيرة في جدوى الترتيب فريق بيعاني فلازم ده يبقى تركيز لعبة النادي الاهلي ازاي التصرف بالكورة بالشكل السليم وما نستسهلش نحنا نرمي الكور اللي هي الطولية بشكل عشان خاطر في الاخر نحقق الهدف اللي احنا عايزينه وما نضغطش نفسنا ونعدي بالسلاس نقاط قبل القدمة شرفت ونورت وسعادة جدا بوجودكم معنا استفدنا جدا بوجودكم معنا عموما ده كان الشكل اللي هبيلعب به دايما وزي ما حضراتكم شفته اعتقد انها تبقى مباراة صعبة جدا 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 على عكس توقع كثير من الناس كل التوفيق طبعا لكبتل سامي أمصان وجهازه وكبتل ساعد الحفيز وجهازه خلال الفترة القادمة وكل المسامدة وكل الدعا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير شكرا جزيلا